أم.. أم معي ألو؟ ألو؟ أمور يا فندم ألو؟ معاك يا فندم معاك أموري إزاي حضرتك يا دكتور؟ الله يخليك يا فندم أنا وسحك حضرتك أنا قبل ما أتجوز كنت نحيفة جداً تمام وبعد ما أتجوزت وزني ذاك جداً والدهون بدأت تتركز في بطني وفي أدراء وكده وفي نيدي بعد الولادة؟ يعني.. بعد الولادة؟ وبقيت باكل كنتير جداً بعد ما أتجوزت حضرتك ده نتيجة الرضاعة؟ أم؟ أنت بتردعي دلوقتي؟ أم بردع أنت عندك كم طفل؟ بسم الله ما شاء الله نعم عندك كم طفل؟ يعني حصل الولادة كم مرة هي منوتة ربنا يخلي وزيتي أديه بقى تقريباً مثلاً غير زياد بطنة البطن بقى وزنيك كان دلوقتي يا أممي نعم بقى وزنيك أديه تقريباً؟ لو أنت عارفة تقريباً خمسة وسبعين أو أكتر وطولك أديه؟ طولي مية وخمسة وستين طولك مية وخمسة وستين وزيادة متركزة في منطقة البطن أو الأردافة؟ لا الأجناب الأجناب أكتر من البطن أه طيب طيب بص هو يعني القصة كلها عشان يكون أمين معاكي برضو هي حاجتين دايماً دكتور العلاج السمنة بيشتغل عليه حاجة يسمعها السمنة الكلية كعلاج ليها أو تشخيص إنه ممفروض بحطك على جهاز بيشخص الحالة السمنة الكلية من ناحية كم الدهون في جسمك معدل الحر قد إيه حاجة اسمها البي مآي درجة واحدة كتلة الجسم نسبة الدهون في جسمك عشان يديك العلاج المناسب والضاية المناسب ما يتناسب مع الرضاعة لعلاج السمنة الكلية اللي هو أفقد عشرة أو عشرين أو تلاتين كيلو من الدهون الزيادة ولا يسمدون الأسية علاج السمنة المضاية مختلف معي عشان نركز على جسدنا النواية بعيد برضو عن الجراحة وأنا ما أؤمن بالجراحة تماماً إنه فهم طول ما فيه طرق نجحة جداً فعالة جداً أمينة جداً تجيب نتاج إيجابية جداً من غير جراحة يبقى أبد عن الجراحة يعني أنا عشان أكون أمين طول ما أنا لو حشتغل شغلانة أكسر بيها الخلايا الدهنية ومن خلال ضاية نجحة الدين من خلال علاج نجحة الدين من خلال جلسات نجحة تماماً وأغنيك عن الجراحة سواء كان تدبيس معدة أو تكميم أو مبلون أو مش عايف حزام معدة أو تغيير مصار أو أعمل جراحة شفط دهون بمضعفاتها إن أي عاملات جراحية يبقى قابلة لمضعفات أنا فهم السكة اللي بقى مش فيها دي قصة نكحة من غير مضعفات يبقى أنا أمشي في السكة دي دي أنا أعرض نفسي لجراحات هي الفكرة كلها علاج السنة الكلية معي قلنا بالضاية الناجح اللي هو مكوناته عبارة عن سعرات محسوبة زي في نهاية الحلقة مثلاً حدولك مثلاً بس بضيف لك حاجات عشان أن نوضعها زي لبن وعصائر وفي زيادات مع فيتامينز معين لو عليك سنة موضعية حسب المكان فيه أرداف موجود الأرداف اللي موجودة ديت أفضل جهاز دي هندهون بتبناشفة جداً في منطقة الأرداف فعايز جهاز حاجة نوع مع نوع التبريد حاجة اسمها كريو ويب جهاز دي مسؤول عن تدمير خلايا الدهنية بحاجة اسمها التبريد أو التجميد معايا الجهاز ده بيتحط على المناطق اللي فيها الأرداف خاصة دهون اللي في منطقة الأرداف دهون من النوع الصلب فممكن الأجهزة بتاعت الأرداف غير الأجهزة بتاعت البطن وده برضو الإمكانيات الحديثة المتوفرة في بعض المراكز إنه ما عندهمش جهاز واحد بيشتعلها لكل أماكن الجسم إن الطبيعة الدهون متغيرة وطبيعتها متغيرة من شخص للتاني ومن مكان للتاني يعني ممكن الدهون البطن البطن طريق عايز أجهزة معينة مختلفة تماماً على الأجهزة الموجودة في الأرداف عشان كده ما ينفعش أنا أروح لمركز ويكون عنده جهاز واحد هو جهاز اللي يحط على البطن هو يحط على الأرداف الموضوع مختلف عشان كده بقولك هي موضوع العلم في التوجيه أو نجح أو نجح التوجيه بأجهزة معينة تشلك كل منطقة الأرداف بكل مشاكلها سواء كان فيه سلوليت الجلد على الواطي ودي ما يظهر في منطقة الأرداف أو تراهل في الجلد أو كفيه كمية الدهون تحت الجلد فوزارة الجهاز ده هو إنه يعالج الكلام ده يشد الجلد كويس قوي يعالج السمودة للسلوليت اللي هو جلد عالي وواطي ويكسر الدهون تحت الجلد من خلال علاج السنة المتعب أجهزة معينة